السلام عليكم ازايكم يا حلوين عاملين ايه يا رب تكونوا بخير فيديو النهاردة هنعمل العجوة بطريقة حلوة جدا وسهلة اوي بس قبل ما ابدأ الفيديو ما تنسوش صالح الحبيب البكيطيب اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصفة العجوة دي من اجمل الوصفات اللي ممكن تجربوها سهلة جدا وحلوة اوي وكمان هنعملها من طمر لي سنة يمكن او اكتر كان عندي في الفريزر طبعا اكيد سميين صوت الطمر قد ايه هو ناشف اه هحاوله بكل سهولة لعجوة طرية وحلوة جدا ما شاء الله هبدأ بس اول حاجة اخسله كويس اوي وهضيفه هضيف له مياه ونقعه فيها ليلة كاملة اهم حاجة يفضل ليلة كاملة او ليلتين براحتك بالشكل ده وهحفظه طبعا في التلاجة لمدة ليلة كاملة زي ما قلت وبكده ده شكل الطمر طبعا بعد ما اخد معايا ليلة كاملة في التلاجة طبعا بدأ يشرب المياه في التلاجة وبدأ يبقى طري جدا عن الاول شايفين قد ايه طري وحلوة جدا ما شاء الله الله عالجمال حلوة اوي ما شاء الله هبدأ اول حاجة اقطعه بالشكل ده هشيل الجزء المنفوق ده انا مش محتاجاه وهشيل النوايا بالشكل ده وهبدأ اقطعه بالشكل ده وطبعا اهم حاجة ان انا اتخلص من النوايا ومن الجزء المنفوق بالشكل كده الله حلوة اوي وشايفين بيتقطع معايا بسهولة يعني مش واخد وقت او مش بيتكسر معايا لأ بسهولة جدا حلوة اوي ما شاء الله طبعا انا هخلص كل الكمية بتاعت الطمر اللي عندي بالشكل ده ده شكل الطمر النهائي هبدأ اضيفه في المكنة بالشكل ده انا هعمله في المكنة بتاعت فرم اللحمة اللي هي بيكون شكلها ده بالشكل ده وممكن طبعا تقداري تعمليه في كابة تقداري تعمليه في اي مفرامة عندك بس انا بحب افرمه دايما في المكنة دي وبضيف له السلاح بتاع اللحمة المفرومة بالشكل ده شايفين طلع حلوة جدا ونعمة اوي ما شاء الله العجوة حلوة جدا وطبعا احلى بكتير من بتاعت برا اول حاجة مضيفة التاني حاجة ان انت ضمنها وغسلة كل حاجة واهم حاجة ان انت مقتنعة بالنظافة اللي انت مقدمها لها بالشكل ده هبدأ طبعا اضيف وابدأ الف المكنة كده وهي بتبدأ تفرم معي كويس اوي بالشكل ده انا طبعا واسقة وبعد الفيديو ده استحالي تشتري عجوة من برا طبعا في الظروف اللي احنا فيها وكورونا فاهم حاجة نعمل كل حاجة في البيت ونقدم لولادنا كل حاجة في البيت شايفين حلوة اوي وطرية واخدة تراوة حلوة جدا ونعمة اوي الله جمال حلوة اوي ما شاء الله وبكده انا خلصت كل كمية العجوة اللي عندي طبعا فرمتهم كويس اوي بالشكل ده وهضف لها ثلاث معالق من الزبدة بالشكل ده وهضف لها خمس معالق من السمسم واهم حاجة طبعا يكون محمصة السمسم كويس اوي ومعلقتين من القرفة طبعا الحاجات دي بتفرق جدا في طعم العجوة وبتعلي التست بتاعها جدا وبتبقى حلوة اوي انا واسقة لو جربتوها بالطريقة دي هتلاقوها حلوة اوي الله انا عارفين شم ريحة القرفة على ريحة الزبدة عامل شغل وريحة حلوة اوي ما شاء الله طبعا هبدأ اقلب كويس اوي بالشكل ده اهم حاجة كل الخليط ده يمتزج مع بعضه بالشكل ده الله عن ريحة عايز اقولكم ريحة العجوة حلوة جدا ما شاء الله وطبعا تقدري تحفظيها في الفريزر هضفيها في اكياس تلاجة تقفلي الاكياس كويس اوي وتحفظيها في الفريزر ووقت ما تحبي تستخدميها تطلع كيس وتستخدميها عادي جدا الله عن ريحة حلوة اوي ما شاء الله وزي ما قلت اهم حاجة تحفظيها في الفريزر ما تحفظيهاش في التلاجة الا لو انت هتستخدميها تاني يوم او تلات يوم بالكتير انما لو سبتيها فترة طويلة هتلاقي طعمها غير معاكي واهم حاجة زي ما قلت تحفظيها في الفريزر انا بالشكل ده هضيفها في بولا بالشكل ده وطبعا ضيفها للبولا كيس وهحفظها في الفريزر بالشكل ده الله عالجمال حلوة اوي ما شاء الله شايفين اللون وحلوة اوي وعايز اقولكم ريحتها تحفظ انا طبعا قلبت البولا عشان افرجكم على شكلها من جوه وازاي قد ايه طرية وحلوة جدا ونعمة اوي شايفين الجمال حلوة جدا ما شاء الله وده طبعا شكلها النهائي اتمنى ان انتو تجربوها شايفين حلوة اوي ما شاء الله حلوة جدا ورحتها تجنن الله عريحة شايفين قد ايه حلوة وقد ايه جميلة جدا كمان هنفتحها بمعلقة كده ونشوفها من جوه عاملة ايه الله شكلها جميل يلا نبدأ نقطعها بالمعلقة بالشكل ده وهنشوفها من جوه قد ايه طرية شايفين الطراوة حلوة اوي وكريمي كده وحلوة اوي ما شاء الله شايفين الجمال حلوة قد ايه اتمنى ان انتو تجربوها دمتم في رعاية الله وحفظه سلام عليكم اشتركوا في القناة